نسأل خير طلاب صوت واضح. محمد ريم. اميرة بني. طيب طلاب راح ننطب للثلاث دقائق. راح ننطب للثلاث دقائق فقط. لحتى ننطب لنا زملائكم شاميروا عليها شيء لان ما فينا ليس. طيب. ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 لعدد مكمل. جاهزين. عمال يوسف. عمال يوسف. أميرة. أحلام. تقول لي صلاة. كل طلاب ينتبه. كل ينتبه. أهم شيء طلاب لازم تعرفه. أنه كل شيء أخذناه بالمصفات اليوم راح نستخدمه. يعني معنا آخر. في المطاهم اللي أنا بحاجر على اليوم. بحيث أن اليوم بنهاية الدرس. لازم نكون قادرين على أنه ناخد خمسة وثلاثين علامة. في حال حطينا على المحدد عشر علامات. وإذا حقنا على المحدد خمس علامات. يكون علامة في السؤال ثلاثين علامة. ثلاثين علامة يعني معنا آخر تقريبا. تبعين بالمئة نجحنا بالمقرر. شو أنا بحاجة طلاب إذا سمحته؟ لا إنه درس اليوم يكون ماشي بشكل جيد. أول خطي لازم كون أعرف ضرب مصوفة بمصوفة. ضرب مصوفة بمصوفة. أنا بحاجة لأيله اليوم ورح أستخدمه. اثنين حساب محدد. حساب محدد. ثلاثة صغير عنصر. أربعة مرافق عنصر. ثلاثة. إذا طبعاً تي إشكاليات بالصغير الدرس الماضي أخذناه. أول مرافق فرح نزد نعيده مرة ثانية. واللي عنده أي استفسار ما يستحي طلاب. لأنه مثل ما حكينا عندنا من ثلاثين لا ثلاثة خمسة وثلاثين علامة. فأتمنى أنه. ما يصير في أي إشكاليات بهذا السؤال. لأنه هات طلاب يحتاج إلى ضغطة العمليات الحسابية. وضرب عداد موجب بموجب سالف بسالف. واللي هو كثل ما حكينا أنه هو ضغط ضعفكم. أو خليني أقول أنه عدم تركيزكم وليس ضغط ضعف. شو درس اليوم طلاب؟ درس اليوم. مقلوب. مصوفة رح نأخذها. وحل جملة معادلات خطية. يعني بنهاية الدرس اليوم. لازم تكونوا قادرين على حل الوظيفة كاملة. وحل جملة معادلات خطية. مقلوب. 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 تقول يا طلاب أول شغلة. مقلوب. 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 أنه في عندي محدد. فهذا حطماً يعني أنه هاي مربعة. عند درس الماضي حكينا. لا يجد محدد إلا المصوفات المربعة. طالما لا يساوي الصفر يعني حكمت على إيه أن تكون مربعة. هذا يعني المصوفات التي يوجد مقلوبها. يجب أن تكون مربعة محددها لا يساوي الصفر. هاي أول معلومة أنا بديها. إذا نيجب أن تكون مربعة ومحددها لا يساوي الصفر. هلأ ليش المحدد لا يساوي الصفر طلاب؟ لأنه بالقانون لازم نقسم على المحدد. بالقانون شو لازم نقسم على المحدد؟ هلأ ما بيهم نشوه. هلأ المقلوب بيرمزوله بإيه إثناعس واحد. شو بيرمزوله بإيه إثناعس واحد. خلال هاي عندي المصوفة. وهي عندي مقلوبة. كيف بتتأكد أن الشغلة صح؟ فالقاعدة بتقوم أن أي مصوفة مضربة من مقلوبة. سواء كانت ضربة من اليمين أو من اليسار. الجواب لازم يعطينا المصوفة الواحدية. الجواب لازم يعطينا المصوفة الواحدية. أكيد بالصحة الطلب ما عنا وقت نضرب مصوفة بمصوفة. لأنه عندي مصوفة من المرتبة الثالثة. بالانتحان بيجي ثالثة. يعني لا بيجي ثانية سهل جدا. سهل جدا. ولا بيجي أربعة. هو ليس صعبة لكنه طويل الحل. ليس صعبة لكن طويل الحل. شو بيجينا بالفحص؟ ثلاثة. الآن انتقول يا صلاة مع الخطوات. راح ننتقل أول شيء لمرتبة الثانية. لعدين نوصل للمرتبة الثالثة. بتمنى التركيز. بتمنى التركيز. المصوفة المرتبة الثانية. شو ما كانت عناصرها؟ هاي عندي عناصر. أو قبل المصوفة المرتبة الثانية. شو هو قانون؟ مقلوب. المصوفة. اللي هو بنستخدمه لحتى نوجه المقلوب. هاي عندي إيه؟ إثناقص واحد. ماذا يساوي؟ يساوي واحد. على. بتيرمن إيه؟ بيه؟ المصوفة المساعدة. المصوفة المساعدة طلاب في العسم الرمز. هات أنا الرمز اللي راح نستخدمه. قاتش اللي إيه؟ القاتش جاي طلاب من كلمة. قاتشانت. قاتشانت ماتريك. قاتش. إذا. إذا. إذا ما أخذنا أول ثلاثة حروف منها. وكتبناها للمصوفة إيه؟ هادي شو بيسمى؟ المصوفة. المساعدة. أو المصوفة الملحقة. المصوفة الملحقة. المصوفة الملحقة. القانون إلا إذا كان لا يساوي الصخر. لذلك لاحظتم. نحن نقسم عليه. لذلك إنا لا يساوي الصخر. لأنه أي عدد على صخر ما ذي يساوي لا نهاية. لا نهاية. ضرب عدد ما ذي يساوي لا نهاية. وتالي ما أعطي شيء له معنى. لذلك المحدد يجب أن لا يساوي الصخر. المحدد يجب أن لا يساوي الصخر. صخر. هلأ طلقت. ما نجي هلأ إذن؟ تعانون. إيه؟ إصناعص واحد. ماذا يساوي؟ واحد. على. determine. إيه؟ بالمصوفة المساعدة. أتش. إيه؟ إيه؟ هلأ المحدد درس الماضي تعلمنا كيف نحسبه. سواء كانت المصوفة المرتبة الثانية ولا مرتبة الثالثة. بيبعنا كيف سنحسب المصوفة المساعدة. هلأ المرتبة الثانية ما في أسفل منها. هاي عندي المصوفة إيه؟ عن اللي عوجة مقلوبها. شو عوجة؟ مقلوبها. حطينا ثلاثة خمسة مين أربعة. ثلاثة خمسة اثنين أربعة. ضغير من الأطلاق. ما هو determine إيه؟ determine إيه؟ المضافين مع أس الوسطين. الطرقين مع أس الوسطين يطلع الجواب شو يساوي سبعة. إذن لا يساوي الصفر. بس يطلع الجواب لا يساوي الصفر فنقول له يوجد مقلوب. رمز اللي يوجد بالرياضيات هو ليه؟ بالإنكليزي. بس بالعكس. إذن هذا رمز شو يوجد. إذن يوجد إيه اسماعص واحد. خلق طلع. ما هي إيه اسماعص واحد؟ إيه اسماعص واحد؟ يساوي. واحد على المحدد يعني واحد على السبعة. ما هي المصوف المساعدة طلع؟ ما هي المصوف المساعدة للمصوف من البرتبة الثاني؟ ما هي المصوف المساعدة طلع؟ للمصوف من البرتبة الثانية ما بدي الشغل ولا بدي حسابات. بس نتقول عناصر القطر الرئيسي غير محلاتهم. يعني حط الخمسة محل ثلاثة وثلاثة محل الخمسة. وعناصر القطر الثانية ويخليهم محلهم وغير إشاراتهم. يعني ما عص أربعة ما عص اثنين. هات حطوا محل هات. وهدول غير لهم إشاراتهم. فبتحصل بسهولة على المصوف المساعدة. هلأ بدنا نتأكد أن نشغل نصح. وهدول فحص ما عنا واحد. شو بنساوي طلع؟ نجي بنضرب المصوف بمقلوبها. المصوفة شو بنضربها؟ بمقلوبها. هاي تساوي. بعدد نخليه أول شي. المصوفة شو هي؟ ثلاثة أربعة. مين خمسة. شو بنضربها؟ بمقلوبها. اللي هي خمسة. ناقص أربعة. ناقص نين ثلاثة. واحد على سبعة. درس الماضي كمان تعلمنا أو اللي عمله. ضرب مصومة بعدد. يعني بدنا نضرب كل عناصر المصوفة بهذا العدد. إلا شبنا نستعني؟ نناخد السطر الأول. نضربه بالعامود الأول. شو بطراع جوال؟ سبعة. نناخد السطر الأول. نضربه بالعامود الثاني. شو بطراع جوال؟ سفر. إلا أมضا Sachen نضرببوه بالعمود الأول شو تقال جوات صفر بدنا نأخ 굉장 واحد على سبعة لجوة شو تقال جوات واحد صفر صفر واحد ما هي المصوف الواحدية المصوف الواحدية إذن هذا الشغل ضحية نحن من نير خائز مطلوب مصوفه من المرتب الثاني مقلوب مصوفة من المقدمة الثانية عناصر القطر الرئيسي نغير محلاتهم وعناصر القطر الثانوي نغير لهم إشاراتهم بعد ذلك نقسم كل حد من حدود هذه المصوفة على المحدد يعني احنا مفروض ندخل الواحد على سبعة لجوة فشو تبقى الجواب هون خمسة على سبعة ناقص أربعة على سبعة ناقص اثنين على سبعة لجوة على سبعة هاي المصوف هاي فيما يتعلق بالمصوفة المرتبة الثانية نجي على المصوفة المرتبة الثالثة هي شغلنا المصوفة المرتبة الثالثة هي شغلنا الشغل وين لنا بالمصوفة المساعدة شغلنا وين بالمصوفة المساعدة شو هي الخطوات اللي بنا نتبعها لنوصل للمصوفة المساعدة تبولي صلاح واحدة نحسب صغير كل عنصر ونشكل مصوفة اذا اول واحدة مصوفة المصغرات وعرفنا كيف ندول يدو الصغير الدرس الماضي وبرد من عيدة اليوم ايش باردنا نستخدمها اثنين مصوفة المرافقات مصوفة المرافقات كمان عرفنا كيف ندول مرافق عنصر منضربه بالاشارة يامنحفظه على اشارته يامنغير له اشارته ثلاثة ناخد منقول مصوفة المصغرات ناخد منقول مصوفة المصغرات اللي يتساوي المصوفة المساعدة هاي خطوات اللي بنا نساويه بعد ذلك خطوات نقسم كل عنصر من عناصر المصوفة المساعدة على شو على المحدد فنحصل على المقلوب اربعة نقسم كل عنصر من المصوفة المساعدة على المحدد فنحصل على المقلوب هاي خطوات اللي بنا نتبعه اليوم لحتى نوجد مقلوب بصوفة وبعد ذلك بنا نستثمر هالمعلومات بحل جملة معادلات صدقية طبعاً ما نطبع القانون طبعاً بنا نتبعه اليوم لحتى نقصف المصورات نقصف الصغير كالعنصر كيف نحصل الصغير؟ من نحصل الصغير إلنا منهزف الصطر والعامود الذي يقع بهالعنصر فبنحصل على محدد من الدرجة الثانية منحصل قيمته هو الصغير منغير له إشارته أو منحافظه إشارته حتى موقعه في السطر إذا كان مجموع السطر مع العامود الزوجي منحافظه على إشارته وإذا كان مجموع السطر مع العامود الفردي منغيره إشارته منحصل على مصف المراقبات مناخذ المنقور طبعا المنقور اللي عرفنا الدرس الماضي أو اللي الذي قبله كل سطر مساوي عامود منحصل على المصف المساعدة كل عنصر بالمصف المساعدة منقسمه على المحدد فنحصل على المقلوب وهو المقلوب طبول يا طلاب الله مع بعض رح نشتغل مع بعض يأكل لدينا المصوف ايه حطيتها بشكل عشوائي ترتيب العدد لاحظوا طلاب واحد اثنين ثلاثة اربعة هلا بعدين منحل الامس بهذا مقلوب ما عليه ارقام يعني ما في شروط على الارقام خمسة ستة سبعة ماني صفر ايش تخدمنا الارقام العشرية كلها ترتيب الواحد من الصفر للتسعة هايلو الصفر طبول يا طلاب الله طبول يا خطوات بما انه هاتس سؤال بالفحص بده يجي وعليه ثلاثين علامة فمن الحكم طلاب هاي انه بيكون determine a اكيد لا يساوي الصفر مو معولا يجي السؤال يطلع determine a يساوي الصفر ومعنى اخر لا يوجد مخلوب والتالي فيش انه غلق لذلك هاي الطلاب يؤجل لخطوطين بقول انه والله ما بنا نحسبه بدنا يعلى انه قانون بحاجة لعلوم لكن يؤجل لخطوتين فقط حلا ليش نعجله لخطوطين طلاب لانه بعض خطوطين بتأكد من شغلي انه صح من خلال المحدد اذا بس راح ناجل لخطوطين حلا انت بولي طلاب راح نرمز لمصوفة المرافقة المصغرات باي فتحة اذا اي فتحة شو هي مصوفة المصغرات مصوفة المصغرات يلا طلاب مع بعض بدنا نشغل كلها كل واحد بتقال له انصر واحد اثنين ثلاثة اربعة حمسي ستسة سبعة تمانية تسعة عشرية عشر انا عمنا اثناش الطالب اليوم حاضرين الجلسة عادة يعني هذا هو العدد طلاب بدي صغير الواحد بتقولي طلاب لا بدنا خربه ولا بدنا نلتكب اي خطأ انت بال علمتودة شو بتساوي بتجي بتهزم الصصر والعامود بتكتبه من جديد. عزبت السطر والعمود. لاحظوا طلاب انا رعا كتبه. شو بقيه? خمسة ستة ثمانة سطر. انا شو لتلكم بتساوي طلاب بتجيبه على مرصاص. بتخطوه على السطر الاول. وعلى مرصاص ثاني بتخطوه على العمود الثاني. بيبقى معكم مباشرة. شو الاعداد الذي تبقيت. بيبقى معنا خمسة ستة ثمانة سطر. ما هو محددة لهاي? ما هو محددة? الطرفين ناعس الوسطين. الطرفين ناعس الوسطين. الطرفين بطلع جواب من صفر. ناعس الوسطين يعني ناعس مناورين. ذكرنا كيف نحسب طلاب صغير. قلنا نحط قوة اول. ناعس قوة الثاني. القوة الاول لخمسة ضرب سفر. القوة الثاني لثمانة ضرب ستة. شو بطلع جواب? صفر ناعس اربعة اربعة اربعين. شو بطلع جواب? ناعس اربعة اربعة اربعين. اذا خطينا ناعس مناورين. هلا طلع انتو بتنصروا بتعطوني. ما هو صغير اثنين? صغير اثنين طلع. اذا لا بدنا نختار اذا بدنا نوجد صغير كل عنصر. يعني بدي صغير اثنين. صغير اثنين. صغير اثلاثة. صغير الاربع. صغير الخمسة. صغير الستة. مع هون بعتي استثناء. يزال كل واحد يختار السطر اللي بديها او العنصر اللي بديها. ويعطيني جوابه. هلا بدنا صغير اثنين. شو بيعطينا? اربعة. ناعس اربعة. اثنين واربعين. يعني بدنا نحزة السطر الاول والعامود الثاني مع اثنين واربعين. يلا طلع مع بعض. بدنا صغير الثلاثة. بدنا صغير الثلاثة. بدنا صغير الثلاثة. يعني بدنا نحزة السطر الاول والعامود الثالث. بدنا صغير الثلاثة. برافو. برافو. طلاب ما بدنا نحزة السطر الثاني والعامود الاول. على مين درصاص طلاب. واحد بخطوه على السطر واحد بخطوه على العامود. وبتحصل. درصاص طلاب. شو بتلع معنا؟ شو هذا الجواب يا نهو؟ بامين. براف. ناعس اثنين اربعة وعشرين. اللي بيطلع معنا عدد طلاب وما بمقتنع فيه اللي عدلية. اللي عدلية. بدنا صغير الخمسة. يعني بدنا نحزة السطر الثاني والعامود الثاني. سطر الثاني والعامود الثاني. بعض ما نخرب بالاشارات يا راني. بعض ما نخرب باشارات. بيطلع ناعس واحد وعشرين. خرطوا بالاشارات طلاب ما فيني ساعدكم بياها. راح التمين كله يعني راح الخمسة وثلاثين عالمي. بس اللي في عنا معيار. بيأكلنا بيعتدلنا ان نشغل نصح ولا غلط. لذلك ما راح ننشي الا لحتى نتكد بمشغل نصح. هلأ طلابنا صغير السسة. صغير السسة. شو بنا نتاوي? بنا نحزة السطر الثاني والعامود الثالث بنا نحسب المحدد يعني. محدد من المرتد الثاني لكم فهي محساب محدد مرتد الثاني. طرفين ناعس الوسطين. جداء الطرفين ناعس جداء الوسطين. هذا اللي بدك تساوي. جداء نحزة السطر الثاني والعامود الثالث. مشان جميع نسترين ما كانت موجودة. هاي حزفنا السطر الثاني والعامود الثالث. هاي حطينا هون. هذا حزفنا يعريم. وهذا حزفنا. شو بي عندي؟ بي عندي هون. واحد اثنين. سبعة ثمانية. نجي. هاد بهاد ونضربه ببعض. يطلع ثمانية. وهاد بهاد ونضربه ببعض ونضرحون. ناعس اربط عشر. شو بيطلع الجواب؟ ناعس ستة. اذا؟ هاي ناعس ستة. يلا طلع بدنا صغير الجمعة. ناعس ثلاثة براب. بدنا صغير ثمانية. بدنا صغير ثمانية. ما هو؟ بقى ثلاثة ثمانية. هلأ. هاي بي عندي. ايه فتحتين؟ بصف المرافقة. شو بنساوي طلع. قلنا نضرب كل عدد او كل صغير. بالاشارة المناسبة له. بس هون ما عتي داعي. ما عتي داعي طلع. لان الاشارات بتكون بالسناوب. هاد اين يقع العنصر؟ في السطر الاول والعبود الثاني. زوجي. اذا نحافظ على الاشارة. خلط. نتا معرفنا الواحد. اول واحد كل شو بعد من دوم التناوب. اذا هاد شو بنساوي يقول. نحافظ على اشارته. هاد شو؟ نغير. بعد في داعي نجمة تطرع عمود. ثلاث. نحافظ. نغير. نحافظ. نغير. نحافظ. نغير. نحافظ. نغير. نحافظ. نغير. نحافظ. دوما هي طبعا أكيد ناقص 24 نغير ناقص 21 نحافظ ناقص 6 نغير ناقص 3 نحافظ ناقص 6 نغير ناقص 3 نحافظ إذا ما عشيت عنديش ماستطروا عمو لا بغير أول واحد شو هو محافظ البعض يستمعون محافظ مغير محافظ مغير محافظ مغير محافظ مغير خلا انتبهوا لي صلات انتبهوا لي إذا سمحتوا انتبهوا لي على التأكد من صحة العمل التأكد من صحة العمل شو قلنا طلات أي أسطر نضربه عناصره نضربه رابقه يعطينا قيمة المحدد يعني إذا أجينا أخذنا هذا العنصر هذا السطر وضربنا بمرافقاته شو قال برس الماضي هذا شو ممثل كيمة المحدد لذلك مشان نتأكد منه شغل من صح نحسب قيمة المحدد حتى بالسطر الأول وحتى بالسطر الثاني وحتى بالسطر الثالث العمل ممسحة طلاق في 35 علامة بالنصر كم علامة في طلاق بالنصر зр ثلاثة 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 ثلا� الغلاثة. فلاحظة الله. خلنا نضرب. معولي كمان خربة بالضرر. واحد بناعس ٤٤. ناعس ٤٤. اثنين بـ ٤٢. شو بيعطينا؟ ٨٤. ثلاثة. في ناعس ٣. ناعس ٩. اعطوني الجواب طلاثة لإذاركم. وبعمل تعطوني جواب صحيح. تجمعوا لي هالعداد ٣ مع بعض. لنشوف فين عنه شربة. طيب ما راح نلاقيكم انجوعكم صح ولا غلط? نحن راح نكشف. هاي ٢١. شو؟ ٢٧. هاي والواحد. هل لنا ننتقل إلى السطر الثاني. نضرب كل عنصر بالمرقب. ٤ بـ ٢٤. شو بيعطينا؟ ٩٦. خمسة بناعس ٢١. شو بيعطينا؟ ناعس واحد صفور خمسة. ٦ بي ستة ثلاثة ستة وتلاثة. اعطونا الجواب طلاء. اعطونا طلاء للجواب. حيثَ ٢٢. نق Common. شو بيعطينا خوض. ناعة اثنين واحد وعشرين ثمانية في ستة اربعة اثنين وعربعين ديروا بالكم طلاب اي خطأ بروح التمرين صفر تناعة ستعة صفر ما هو الجوار اثنين سبعة وعشرين اثنين وعربعين راح واحد وعشرين سبعة وعشرين شو بتلاحظه طلاب هات يساوي هات يساوي هات اذا العمليات الحسابية صحيحة العمليات الحسابية صحيحة مية بالمية مو معولين كن في خطأ ويجي خطأ تاني يرجي صحيح الخطأ الاول خلق شو بنا نساعدتنا خلاص الخطوات المتبقية ما عدت فيه اخطأ ضدنا المصوف المساعدة شو قال لي خلق منقول مصوف المرافقة يعني السطر ساوي عمول معقولا خربت فيه لهاي معقولا خربت فيه لهاي ناقص اربعة اثمانة واربعين اربعة منو اربعين ناقص ثلاثة اي السطر الاول ساوي ناقص الاول هلا السطر الثاني بنساوي عمول ثاني اثنين اربعة وعشرين اكيد لبي خربت يسيرهم ما مراضي عنه عمول ثالث هلا السطر الثالث بنساوي عمول ثالث اللي هو ناقص ثلاثة ستة ناقص ثلاثة هاي المصوفة شو المساعدة شو بدنا مصوف المقلوب شو قال قسم كل عنصر من عناصر المصوفة المساعدة على المحدد قسم كل عنصر من عناصر المصوفة المساعدة على المحدد يعني ناقص اربعة منو اربعين على اثنين سبا وعشرين اثنين اربعة وعشرين على اثنين سبا وعشرين ناقص ثلاثة على اثنين سبا وعشرين اربعة منو اربعين على اثنين سبا وعشرين ناقص 221 على 2 27. 6 على 2 27. ناقص 3 على 2 27. 6 على 2 27. ناقص 3 على 2 27. وكين يكتبون هيك. ايه طبعا ايه اس ناس واحد. كين يكتبون 1 على 2 27. وكتبه بشكل احلى. ليش ننتبه للشكلات. اللي هو ناقص 4 48. 2 24. ناقص 3. 4 42. يعني ما دخل الواحد على 27 لجوة. ناقص 21. 6. ناقص 3. 6 ناقص 3. ايه طبعا ايجاد مقلوب مصفقة. اي ايجاد مقلوب مصفقة. انا رح نعيدهم طلاب لا تخافوا. لان رح نحل التمرينين عليها. بس قبل ما نحل التمرينين. خلينا نسخر الحلق بسوال يجيب الفحص. والسوال اللي موجود بالوظيفة. اذا هلا طلاب ايجاد مقلوب. حتى لو فيه اشارات استفهام عليه. نأجله شوي. بس اذا فيش سوال واضح فيكم. بس اذا انت شغلة ماك عارفها ما فيك اجلها هلا شوي. اما شايف فيش شغلة ما عارف كيف حسبناها. فيك تسأل عندنا. تبولي طلاب هلا. خلينا. شام ما نضيع وقت. اذا الفقرة الاخيرة بالدرس. الدرس القادم. يا اذا تقولي واضح ما فيه اي اشكالات فمندلش بالتوابع. يا اذا فيه اشكالات. منحل التمرين على هذا الموضوع. حل. جملة. معادلات خطية. بالاعتماد على مقلوب بصوطة. على مقلوب بصوطة. حلق. على معادلات اول شيء طلاب شب تاني خطية. خطية طلاب انه كل المجاهل من الدرجة الاولى. اذا خطية تعني. كل المجاهل من الدرجة الاولى. يعني اذا عندي اكس بيكون. اكس هو واحد. اكس هو واحد عن اكس. ببصد تظهر اكس تربيع. ببصد يظهر جزر اكس. كل المجاهل عندي اكس. زاد ثلاثة واي. زاد خمسة زد. يساوي ادعش. اعتبر معادلات خطية. ليش? لانه ما هو اكس. قوة اكس واحد. ما هي قوة واي واحد. ما هو افتاح واحد من هي خطية? ات المعادلة الخطية هي المعادلة التي افتها واحد. او المجاهل فيها من الدرجة الاولى. لأ قبل ما ننتقل طلاب الى جملة معادلات خطية. اكيد المعادلات من الدرجة التانية اعم تلاحظوا. المحدة من الدرجة التانية اعم يميزوا عن كل المحددات. البصفات مرتبة التانية اعم يميزه عن كل الحال معادلتين بمجهولين ك назلاث. مش اقال طلاب متميزه ما عمنا حلو حسب مخلوق نصوصي لأنه بيأخذ ذات أكثر من لازم طلع عزو طلع أنا عندي أول شي أميلي 3x زائد 4y يساوي 5 حلنا أول شي نتعلم أكيد ما رح يجينا طلع حل معادلتين بمجهولين بس مو معقول يكون في الطالب يعرفي حلت 3 معادلات بال3 مجاهية وهو المعادلتين بمجهولين ما بيعرفي حلهم وعننا 2x زائد 5y يساوي ما يعني اللي يحل هالمعادلتين معادلتين بمجهولين هلأ انت بولي طلع في طرق كثيرة لكن في طريقة عنا تفضلات راح شرح لكم عليها إذا عجبتكم فيكم تتبعوها ما عجبتكم طبعا بيأت تبحثوا لحالكم عندها إذن على طريقة تاني وانتوا تتبعوا الطريقة اللي بتريعكم وعننا طلع يعني معلش ولو 5 داعية 10 داعية كل يوم انتوا عم تتفرج على اليوكيوب تريد تعيد نفس الأفكار أو تقول له تبدي كيفية إيجاد بقلوب مصروفة تشوف له هل ترى حتى شيء أحلى من اللي أنا حكيته تتبعوا لأنه ما في عنا طريقة محددة بالحل بس ملاحظة مهمة جدا إياس ثم إياس تغير تنفيب المعادلات بس لا تغير تنفيب المعادلات بس هذا المطلوب منك حتى لو أقول لك هو غيره أنت لا تغيره لأنه هو هذا كل حل نحن في عنا خمس أسريالي تتغير الأجوبة الحل لن يتغير يعني أنا إذا أحطيه هاي محل هاي وهاي محل هاي طلاب لن يتغير لكن في المقلوب سيتغير كيفية إيجاده أناطرة رح تتغير لا تغير الترتيب حتى لو ألا أو شلون غيرها هلا أنا عبدو أنه طريقة الثلاثة أنا بحبها كل واحد ثلاث ليس بالضرورة أنه تكون الطريقة اللي أنا بحبها هي الثلاث هلا الطريقة بتقول ثلاث بدوحد أمثال إكس أو أمثال واي بدوحد أمثال إكس أو أمثال واي يعني نضرب كل منهما بأمثال الآخر كل منهما نضربه شو بأمثال الآخر فلاحظوا طلاب هاي رح أضربها بثنين وهاي رح أضربها بثلاثة كل واحدة نضربها بأمثال الثاني ما هي أمثال إكس بالثاني ثنين نضرب فيها الأولى ما هي أمثال إكس بالأولى ثلاثة نضرب فيها ثانية هي أنا لأي أذهل شي ضربوا صلاة كل حدود المعادلة الأولى بإثنين شو يطلع 6x زائد ماني y ماذا يزاوي عشرة ضربوا صلاة المعادلة الثانية بثلاثة شو يطلع 6x ماذا زائد 15 y ماذا يزاوي 24 24 لهون صلاة في عنا شي مشكلة طيب هلأ طرحوا المعادلة الثانية من الأولى طرحوا المعادلة الثانية من الأولى أو الأولى من الثانية اللي بريحته ما بيأثر الجواب يجينا صلاة طرحنا 6x من 6x شو طلع الجواب 0 طرحنا 8x طرحنا منه 15x شو بتلع ناقص 10x 30x شو بتلع 24x ناقص وحطوها بأي معادلة من المعادلات اللي بتكونيها الحمر بس طرح بوز زرق الحمر منتز الزرق بس الحمر أسهل الحمر أسهل شيلوا الواي حطوها 2 بالعام معادلة الأولى أو المعادلة الثانية شو بتلع معكم طلع 3x زائد 4y ما هي 4y؟ يعني 4 ضربة 2 شو بتلع 8 ما زي يساوي 5 نقوله طلع بلا 8 للطرف الثاني شو طلع 3x يساوي تحبوا استأكدوا خذوا وعودوا وصلة لاحظوا وصلة بشيلوا الـ x وحطوا بدع لها ناعص 1 شو صار هون ناعص 3 بشيلوا الواي وحطوا بدع لها زائد 2 شو طلع 8 ناعص 3 زائد 5 عقوة ناعص 3 زائد 8 5 إذا نفعش هاي دلتمية طريقة التوحيد الأمثال هاي أنا اللي تحبه هاي حي معادل من درجة الثانية ما راح يجينا طلاب بالفحص اسموه معولي طلاب بكرة ما بعرف طبعا كيف يكن زم الزوجين أو عندهم أولاد أو لأهل طلاب أكيد راح يستخدموها لا هاي الطريقة أو لا دمع المهم يجيس لك كل ما بعرف لا أكيد هلا من اللي بالله على حل معادلة من الدرجة أو عقوة حل شو هاتف حل جملة معادلات خطية من الدرجة الثالثة حل جملة معادلات خطية خطية من الدرجة الثالثة كيف تضطف معنا هاي طلاب خطية من الدرجة الثالثة تصبط ما بتصبط ليش؟ لأنه عندنا درجة أولى إذن حل جملة معادلات خطية بثلاثة مجاهيين هذا نحن هو درجة الثالثة بثلاثة مجاهيين طبعا فينا نطبع على أربعة وخمسة وستية طلاب تستخدم وقت إذن شو بيقول خير الأمورة أوسطها لا بيجينا معادلتين بمجهولين ولا بيجينا أربع معادلات بأربع مجاهيين بيجينا قديش؟ الوظيفة الوظيفة شو عاد؟ ثلاثة معادلات بثلاث مجاهيين تقول لطلاب كيفنا نحل ثلاثة معادلات بثلاث مجاهيين أول خطوة طلاب بنحول المعادلات لمصحوفات لذلك تقول لطلاب رح نفتهم A زاد 2Y زاد 3Z يساوي 5 وعننا هون ثلاثة زاد 2Y ماعص 4Z يساوي ماعص واحد وعننا 2X ماعص Y يساوي 2 هم يلي تحل هذه الجملة تحل هذه الجملة أول خطوة طلاب تقول لطلاب ألا مرد نكتبه مرة ثانية نصلي بالقال لكم تقول لطلاب لشان تريد تنقلوني مرة ثانية ألا طلاب أول خطوة أول خطوة بالحل نتأكد بأن المجاهيين تقول لطلاب بالصحة تأكيد ما منزح معكم هالمرحة لكن بالحال العامة أنت بالبيت لازم تتأكد أن المجاهيين اللي تحت بعضها من نفس الرمز فبتلاحظوا X X X Y Y Y Z Z ما في Z شو يعني ما في Z طلاب هوم من أنتم ملاحظة برابو كل مجهول تقول لطلاب برابو كل مجهول ليس له أمثال يعني أمثال يعني العدد المضروب فيه ليس له أمثال فأمثاله شو هي واحد لأنه أي عدد نضروبه بواحد بضلمسه لذلك لاحظوا طلاب هون أنت عندي X مو مضروب بشي مضروب بس هنا ما نكتبه كل هو الواحد 2 كل بجهول غير موجود أمثاله صفر شو أمثاله صفر يعني هون كان في زد كان في زد هون طلاب حرام راحة في الزد ليش لأنه ضربت بصفر إذن هون كان في زد صفر ضرب زد لكن أي عدد نضروبه بصفر شو بيطلع صفر لذلك راح إذن هذا راح لأنه صفر وهذا راح لأنه واحد إذن شو هي الملاحظة كل مجهول ليس له أمثال فأمثاله واحد كل مجهول مختفي أمثاله صفر هلأ أنت بولي طلاب الخطوة الثانية نتأكد من أنه المجهيل تحت بعضا تأكدنا الخطوة الثالثة طلاب أنت بولي هلأ بدنا نحولها لمخصفات يعني بدنا نعزل الأرقام لحالة والمجهيل لحالة الأرقام لحالة والمجهيل لحالة خطوة الثالثة طلاب خطوة الثالثة طلاب منحط الأعداد بالطرف العيسر بدون مع الجاهيل مع الإشارة فننجي ضلط الأكس ما لا أمثال شو هي المسالة واحد الواع شو هي المسالة زاعدة اثنين زاعدة ما نحطها من خطة اثنين الزد شو هي المسالة زاعدة ثلاثة شو من خطة ثلاثة إشارة المجموعة حالة بحطة معادلة الثانية الاكس شو هي المسالة ثلاثة و شو هي المسالة نين زاعدة ما نعز أربعة ديروا بكم كل عدد مع إشارتهم الاكس شو هي المسالة نين و شو هي المسالة نعز واحد زاعدة موجودة صفر واضح؟ خلق المصوفة الثانية نحط المجاهين بالتركي هاي اكس و هاي واي و هاي زت والمصوفة الأخيرة منحط الطرف الايمن يهو الخمسة ناعز واحد اثنين له ازد الله في حد عنده يستثار؟ طيب هاي بسموها مصوفة الأمثال او ضمن قوسين المعاملات هي المسؤولة بايه؟ شو هي المسؤولة؟ بايه؟ هلا من الله طراما فيك البداية الوظيفة هاي صلاة بسموها مصوفة المجاهين وهذه المسؤولة بايكس وهذه المسؤولة و طبعا انت ما في داعي تكتبها الكلام هاد هذا بسموه العمود الحر لا ليش عم يسموه حر؟ لأنه خالي من المجاهين العمود الحر او مصوفة الطرف الايمن أي كله انت ما في داعي تكتبه مصوفة الطرف الايمن نحن عم نشرح اللقا و برمزوله في بيه؟ شو برمزوله في بيه؟ شو برمزوله في بيه؟ فشو صار معنا طلاق؟ جملة المعادلات صارت تكتب ايه؟ ضرب ايه؟ ماذا يساوي بيه؟ ايه ضرب ايه شو يساوي بيه؟ هاي صارت ايه؟ هلا طلاق انا بدي حل المعادلات شو بيعني؟ بدي قيمة ايه؟ بدي قيمة واي شو بدي قيمة بيه؟ شو بيعني ازالي طلاق؟ يجب ان تختفي ايه؟ يجب ان تختفي ايه؟ وقلنا طلاق الا ايه ما تختفي إلا اذا ضربناها بمخلوبة لانه اي مصوفة ضرب مخلوبة شو بيعطيني المصوف الواحد يجب ان شو بيستاوي من قلله؟ موجد هذا رمز يوجد ايه اثناء اس واحد هذا كله ما في داعي تكتبه كلها على الوظيفة يوجد ايه اثناء اس واحد ضربنا الطرفين فيه انا هلا عم اشرح لذلك انت ايه؟ انت انت تعطيني جواب فش بدي قمعنا؟ ايه اثناء اس واحد شو بنا نضرب؟ بي ايه ضرب شو ايكس شو يساوي هاد؟ ايه اثناء اس واحد شو مضربة؟ بي بي هلا هذا يؤدي اي مصوفة مضربة بمخلوبة شو بيعطينا؟ المصوف الواحدية شو بنا نضربها؟ بي ايكس شو بديعطينا؟ ايه اثناء اس واحد ضرب بي درس الماضي حكينا اي مصوفة مضربة بالواحدية بيطلع نفسها اذا بيطلع معنا ايكس اللي هي شو تساوي طلات؟ ايكس ضرب اي اخوان ايكس واي زي ماذا تساوي؟ ايه اثناء اس واحد شو ضرب بي ايه شو بديعطينا طلات؟ بديعطينا نصوفة نفس هاي يعني الجاقينة هون عدد هون عدد هون عدد هلا طلال الحل انه ايكس تساوي العدد المقابل و تساوي العدد المقابل ايكس تساوي العدد المقابل وهو المطلوب اذا انت شو كنت تخطب طلال؟ شو كنت تخطب؟ اللي هاته هاته بديعي شو كنت تخطب؟ كنت تخطب؟ طلع راح ابحث الله شو كولي اوشي قبلك بقى ابحث كيفية الحل بالفحص وكيفية الحل بالوظيفة كيفية الحل بالفحص وكيفية الحل بالوظيفة طيب تقولي ما فمت سؤالك هلا خليناشوف الحل محمد ولا بعدين إذا في عندك start برد جاوبك عليه خلينا انتظروا طلاط ما رفضتنا شو شو علا خلا بيجي لهم طلاط حلنا نخطبهم مرة الثانية X Z Z Y Z 3 Z شو تساوي 5 أما 3 A Z Z 2 Y 4 Z شو كان الجواز 1 1 أما 2 X 2 Y ماذا يساوي ماذا يساوي 2 طيب تكتبوا لي طلاط كيف كنت تكتبوا كيف كنت تكتبوا الحل بالفحص طلعوا بعم كمان بابدنا لا كتابة ولا شيء طيب الوظيفة نكتب X يساوي X Y Z ماذا يساوي ماذا يساوي A 1 1 ضرب يساوي شو المجهول عبك انت ايه ناس واحد هذا دورك كفسكو هلأ هاي الكتابة طلب ونجي نكتب له بصفة الأمثال نريد نكتبها مرة تانية هلأ جينا لهم نكتب نكتب الأعداد بدون مجاهي 1 2 3 3 2 ناقص 4 2 ناقص 1 سقط 1 2 6 6 7 7 7 8 9 10 10 11 11 12 بدنا صغير الواحد يالله طلاب بدنا صغير الواحد يالله كل واحد جهد رقم طلاب ناقص 4 شوين حمد يوسف شو عد ناقص 2 2 صغير 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 1 4 4 وإشارته ناقص 4 بدنا صغير الـ 2 صغير يعني من ناقص يعني من ناقص القطر الأول والعمول الثاني بعض ما خربت عليكم خربت وطلاب تكون حرام عليكم هم تضربوا عددين بعضهم تمام ثم وهلا راح يبين معنا إذا الشغل ما صح ولا غلط ثم خلق خلق صغير الـ 3 صغير ثلاثة يعني من ناقص في الصطر الأول والعامود الثالث شو يطلع برابو برابو طلاب ركزوا بس طلاب ركزوا 35 أعلاني بيتقون ما السبعة إذا فيه فكرة مو أضحى حق عليك أما بتخرض بحسابات الحق عليك بدنا صغير ثلاثة هاته يعني من نهزف السطر الثاني والعامود الأول السطر الثاني والعامود الأول إننا بتجيب ألمين رصات بيكون معك وألم ناشئ ألمين رصات بيتكفي لأنه ما في داعي لأن الأجوبين لسون ما اسمتين فألي بس تضغط على الزر فألمين رصات بس تجي معك على الفحص والوراء من عندهم ألم بتخطوا على السطر وألم بتخطوا على العامود بتقول الطرفين ما أعطوا الوسطين إذا شو بتهم عن الجواق طرفين ما أعطوا الوسطين ثلاثة الآن بدي صغير اثنين هاي يعني من نهزف القطر الثاني والعمود الثاني مع السطين مع السطين بضم سعير نعاص أربعة يعني هذا يعني نهزف القطر الثاني والعمود الثالث القطر الثاني والعمود الثالث ترجمة نانسي قبل 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 نانسي قبل ترجمة نانسي قبل ترجمة نانسي قبل ترجمة نانسي قبل أحلام نانسي قبل نانسي قبل نانسي قبل ترجمة نانسي قبل نانسي قبل ترجمة نانسي قبل 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 نضرب نانسي قبل 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 نانسي قبل